نفس السنة اللي هي سنة 1936 شهدت حدث مهم جداً عانى الأهل من أثاره لمدة تقترب من عشرين سنة في الوقت ده حصل محمد طاهر باشا على تصريح من الملك فاروق بإنشاء نادي للفروسية بمنطقة الجزيرة جنب النادي الأهل محمد طاهر باشا ابن الأميرة أمينة بنت الخدو اسماعيل يعني خاله الملك فؤاد الأول وابن خاله الملك فاروق محمد طاهر باشا شاف إن قطعة الأرض اللي حصل عليها لإنشاء نادي الفروسية كانت صغيرة فبدأ ضغوط على النادي الأهلي عشان ياخد قطعة أرض من النادي يضيفها لنادي الفروسية في الوقت ده كان من العادي إن النادي يأجر أي ملعب من ملعبه لفترات طويلة لأي جهة وده كان جزء من إرادات النادي وبعد جلسات وضغوط عنيفة تم الاتفاق على تأجير جزء من النادي لنادي الفروسية وزي ما جه في اجتماع اللجنة العليا يوم 3 فبراير سنة 1936 عرض الخطاب الوارد من محمد طاهر باشا أثناء اجتماع اللجنة العليا في 3 فبراير 36 المبين صورته في مياله حضرت صاحب العزة سكرتير النادي الأهلي للرياضة البدنية بعد التحية تأييدا لاتفاقنا الشفوي أرجو أن تكتبوا لنا بقبولكم اعطاءنا جزءا من أرض النادي بالجهة الغربية المحددة غربا بشارع الجبلاية وجنوبا بشارع المعرض الزراعي وشمالا بالحد الطبيعي للنادي الأهلي بينه وبين نادي الجزيرة ومستشفى الأنجلو أمريكا وشرقا بخط متصل من الجهة الشمالية بنقطة على بعد 95 مترا من حد النادي بشارع الجبلاية ومن الجهة الجنوبية بنقطة على بعد 70 متر من حد النادي بشارع الجبلاية مضافا إلى ذلك المثلث الذي سيخرج بعد تحويل أرض ملعب الكرة والتنسيات وذلك بأجرة سنوية قدرها 75 جنيا وإننا مستعدون لدفع نفقات تعديل أرض التنس ونرجو أن تكتبوا لنا بقبولكم لهذا الاتفاق مع صرطين من خريطة مبينة لقطعة الأرض للتوقيع عليها من الطرفين وتفضلوا عزتكم بقبول فائق الاحترام الرئيس إمضاء محمد طهر اللجنة العليا للأهلي نقش الطلب نادي الفروسية وصدر في نفس الجلسة قرار اللجنة العليا وجه فيه وافقت اللجنة على العرض الوارد من سعادة محمد طهر باشا بتأجير الملعب رقم 3 إلى نادي الفروسية لمدة سنتين نظير دفع مبلغ 75 وسبعين جنيها مصريا سنويا على أن يتعهد نادي الفروسية بدفع مصاريف تعديل أرض الكرة وحطت اللجنة شروط في التعاقد تحفظ حقوق النادي ودي قطعة الأرض اللي قدامكم على الشاشة الملعب رقم 3 على الشمال في المنطقة قل النهاردة بتضم ملاعب التنس والمبنى الاجتماعي وبوابة البحر وزي ما قلنا تأجير جزء من أرض النادي الأهلي لنادي الفروسية كان بضغط شديد على الأهلي عانى من أثاره بعد كده المدة طويلة وكان جزء من مسلسل ضغط مستمر لنزع أرض النادي الأهلي زي ما حنعرف في حلقات جاية إن شاء الله